السلام عليكم انا شاف روز للطبخ والحلويات نتمنى لكم الهر مبروك نتمنى كل اخوات تكون بصحة جيدة اليوم بإذن الله جبت لكم كيفية تقطيع الدجاج لرمضان بإذن الله لشهر رمضان هنا عندي ثلاث دجاجات تكملي بهم عشرين يوم بإذن الله بالطريقة اللي نخدم بها نتمنى لكم 50.000 هنا انا جبت ثلاثة فيتة سبعة كيلو جاتنا 350.000 يعني الكمية هذه اللي جابها للزوج جاتني 350.000 ونزيد نشري شوية نشري شوية تعلحم ونشري شوية تعلحم ونكملو رمضان بإذن الله بالطريقة اللي نخدم بها رمضان على برنا بلي رمضان تعلق الأكل وكل شيء خصوصا العبادات الأخوات يسخلوا الفرصة منها تحضر أطباق للعائلة انتاحة أو للضيوف اللي يأتي وثاني ما تنساش يعني الطريقة اللي تعلق عبادة فأسكوا على كل شيء البركة في رمضان خصوصا في العبادات كما ترى هنا الطريقة اللي نقسم بها عادية كما ترى هنا طريقة اللي نخدم بها تفوت لي عشرين يوم هذو ثلاثة دجاجات أنا دائما لاحظين في الفيديوهات نشري ثلاثة دجاجات في البداية نشري ثلاثة دجاجات ونستطيع أن يقضح حالي ونقهم لي وكل شيء من راها درعي يدارني ما يعلاجها للمتدئات فضلت أني نخدم كما هكا باش يعني نقول نحن نعطوهم أفكار بس كون كل شيء غالي يعني وحسن عون الناس يعني المصاريف ما تكفيش السيدة نعطوها أفكار كيف اشتمشي خصوصا يعني الأخوات يعني للمراتب تاحهم ولات أزواجهم قليل يمشوا بهذه الطريقة أنت ما تبعيش الناس كل واحد يدير علاسها بظروفه ولا سب عائلتها أنا نعطيكم بالإجمال كما نصرفنا أنا عندي خمس أشخاص نخدم دائما بهذه الطريقة يعني بسنوات في القناة يعني دائما نخدم بنفس الطريقة ما نغيرهاش هي ما كتشوفين النقيلة خصوصا نقيلة هذه البلاسات على الظهر يعني تالاكولون فيغتبغال ما هي اللي هذك اللي يقعد فيها هذك اللي يعني خسر للجاج ويعطيه رحام شي مليحة كي يتنقي كما هاكا نوريكم ثانية الطريقة اللي تتغسلوا بها كي نقولوا نحنا يعني من بكريم واتنا يخدموا كما هاكا ينقود جاج ويجي ابنين ويقعد ابنين ويقعد ابنين ما يخصها والو يعني الطريقة اللي نخدم بها أنا أريد أن نعطيها للمبتديات يعني راكم معايا في القناة نرحب كل الأخوات جديد يعني اللي يتحقوا بالقناة ونتمنى منهم اللي لا ينسونيش بالجام ويشاركوا في القناة باش يوصل لهم كل جديد باش يستفدوا كيما يستفدوا كل الأخوات هنا هي كيما كتشوفي يعني طريقة سهلة نخدموا بها هنا هي يعني ما بيتنا ندرق والو على الأخوات باش يدون المحا يعني هنا في القناة تنتعي مكان لا تزواق لا تشبه يعني الواقع نوريه لكم بس ان انتم ما تحسوك أنكم يعني في دياركم مش يروا عن ديلك الزواق ونديلك الواقع وفي الواقع يعني ما مكان ولو يعني الناس حتى مع ربي الكذب في هذا المحتوى مش يمليح الناس قدموا للواقع للناس لبعضها باش يقدروا يستفدوا فسكوا يعني لابير مدير والو كل شي غالي السيدات يعني كتكوا الحال لقناة كما نحقا تعطي يعني الواقع المعاش مش يتوحي جيبلي معين مزوقين وتقعد يتكذب ودليل هذا الصوال كما نحقا غيب هاش يعني الناس يدخلوا لك يعني والله العظم ما يدوم غيب وجهة ربي سبحانه هذه الفيديوهات حتى يروحوا حنايا وراحين يقعدوا من ورانا أجر يعني الناس تتعلم من أجيل الأجيل من هذا اليوتوب فسكوا اليوتوب مدرسة اليوتوب يعني مدرسة يعني 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 سيدة تعاف كيف هاي قطعنا نقطع لكم بطريقة سهلة و بسيطة خصوصا للمبتديات و انت اتخذ من الصور في دارك يعني انا من جانبي قناة واقعية تبع الوقت يعني الحياة الاجتماعية المعاشة ماشية الاحلام ولا غير مهم تتفرجوا لي يعني كل واحد يعني رزقها على ربي المهم انا نعطيكم شوفوا كي ما راني ندير مدرك تعليكم والون على بلي بلي كي يدخلوا في القناة كين بزافة خواد ولك عيفتيني ومانش عرفه واش يعني الله يسهل عليكم واني ماش بيتتفرج اللي يسهل عليها انا بي نعطي للاخوات يعني يعني السيدات العاديات كي ما انا يا بش يعيشوا في حياتهم الاجتماعية يكونوا مهنين ويكونوا قانعين بسكوا القناعة كنزوا اللي يفنى رمضان الشهر تعبادة ما يعني ذاني اللي يعني ربي سبحانه قالك ولا تنسان يصيبك من الدنيا رمضان للعبادات رمضان ثاني الانسان يغذي نفسه يعني باش يقدر يتوجهها ربي سبحانه ويقدم السادقات يعني حتى كي يجيك ضيف في رمضان وتعطيه يعني ياكل معاك في هذا اللي يعني بض الطريقة يعني والله لا عندك اجر حتى وانتي ما كيش عاملة غير الزوج يعمل انتي تدي اجر حتى مع الزوج انتاعك يعني السيدات ما يكونوش يعني نقريات وما يقبلوش الضيف خصوصا في رمضان يعني ربي سبحانه يخلف على الشجرة ما يخلش على قطها يعني كمن التراث الوطني كما نقوله احنا ياه الانسان دائما دائما يزكي الانسان دائما يقال سير لي ايام ماشي شرط غير في رمضان يعني يقع لي ايام للاخوات كينقولوا احنا ياه يعني كي يقول عندك واحد في رمضان ولا زوج ولا يكتبوا لهم المكتوب والله العظيم قبل ما يجوهما تجيل ملايكا انتاعهم ستقون يعني عن تجربة تجيل ملايكا انتاعهم فسكو ربي سبحانه يختبرنا في هذه الأشياء يعني الناس ما تكونش نقريات وتزبلع بابها وتقول اللي انا ولداتي والله العظيم والو كل حاجة فيها بركة سبحان الله ربي داير كل هذه الأشياء اللي لو فيها بركة شوفونا التقسيم يعني قلت لكم قسمت رغم اني مري ضرارة مي بايت يعني نشارك للمبتديات لأخوات المبتديات اللي هم يتبعوني يعني يحسن عونهم يعني ربي يعني يكون في عون كل العباد يعني بهذا الطريقة مشو غيب الطريقة اللي يمشي بيهاني والله ينتعيشوا مرتعين أنا ما اكتبش عليكم أنا مشي بطريقة بسيطة معيشة ولداتي الحمد لله يا ربي ما خصني والي والو ما ندير ديون ما نتسلف ما والو والحمد لله يا ربي على كل شيء الانسان غي والشيء يخدم رأسه أنا أريد أن أعطيكم أفكار كيما هكا سيدات يعني كي يجب العزوج كيما هكا يعني يتفرح يعني ما تشوفيش لدجاجة تقولي او ما يدير والله ما تخميش الطريقة اللي تخدميهم بها هو ما اللي يعني رح يزكو لك كيما هنا يا شوفي كما قطعتم كل شيء هنا يا وقلعتم كل شيء هنا يا وقلعتم كل شيء يخصر لك دجاج البنة تعد جاج ديري الخل وديري الملح يعني والله العظم يدروض الطريقة قسم من بله تعفيل يقعد لك شهر يقعد بنين كيما هو كيما كتشوفي هنا يا ههنا النقي يعني احتدقوا لك دقي الجناح انا ما خليتاش من بعد قصة كيما كتشوفي قطعت قاتل الدجاجة التوعي شوفي تقطع غير الطريق انا قطعت لكم غير واحدة قدامكم ومن بعده كملت يعني الباقي كيما نعكات خليهم شوية واربع ساعة ولا بان ما قطعتي الدجاجة الاخرى يعني خدمي غير الوحدة كيما نعكات خليهم الماء والخل خلي مريحوا واربع ساعة ومن بعده لكي تكون يكملتي الزوجة نقي هذا عاودي يدفق ذاك المالي في الخل والمرح شلي هم مليح بالما كيما كتشوفي هم مهنا نقيين كيما كتشوفي هم مليح بطريقة بسيطة تقدري تحضر الاطباق انتاعك وانتيا مرتاحة يعني راني شاركتكم كل شي راني يجيب لكم الاطباق راني يجيب لكم كل شي غياني باش تسهلوا كيما كتشوفي هم مونا الكويس هؤمن الكويس هادو انا الكويس مون Yoo ما نخدمه هون انا نقه العيو كيما هكا واندين الكويس احدهم نكدير الـ نص اصدار وحده اخضم وحظم بها اربع اصدار وحده ثاني نكدر بها ملكاي كما تشاهدون لقد قطعته قطعته الضرب وهي الطابق والحمد لله يا رب دعينه يكترون من حملة حفل السلة ومن بعدها كما تشوفي انا ما خليتش كما نحك انا غيم بيت نوري الاخوات ومن بعدها درتها في صاشي تال كونجيلاسيون و اكتبت فيه درت اي تيكت و اكتبت يعني باش نعرف هذي الشاي ذي و اشتاعي باش يعني كين جي نجبت نعرف بلي شاركين في الصاشي هذي ها شوفي يعني والله العظيم كان اطباء الخمس اشخاص انا درتوا مغيب ربع ساعز در تعد جاج وجو ماشاء الله جو بنان يعني نشاركم كل المحتوى اللي رانين ديران ايا في داري باش تقدروا حتى انتوما يعني تعيشوا مرتاحين وتفوتوا الشهر يعني مرتاحين بلا ما تديروا ديون باذن الله يعني وانتمنى دايما الاخوات يدعموني باليجام يشاركوا في القناة باش يعني انتوما تستافدوا وانا نستافد ويوصل للموش وبرداجوا فيديوهاتي باش المحتوى انتاع يوصل اكبر عدد من اللي اخ وانتمنى يا رمضان للجميع وانا الملتقى بإذن الله